السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الأوفياء نتمنى هذا الفيديو يقعكم بخير وعلى خير مرحبا بكم فيديو جديد على قناة صفيا شانيل وهي قناتي وقناتكم وكيف العادة لأول مرة كيشاهد القناة مرحبا وألف مرحبا يتقابونوا وفعل جرس باش يوصل دائما بجديدها كيف كتشوفوا معايا من بعد ما نزل عبدالله أبو جاد ستوري كي يحنن في قلوب المغاربة ويطلب كيقول هذه الوسيلة الوحيدة اللي خلاته أنه يطلب أنه يشوف ولده كم مفاجأة كتنزل صديقة المقربة اللي صارة ستوري حتى هي كتقول فيه من دي ما كنقول لكم كل شي مخطط له كل شي شاف ستوريات الاستعطاف والأب الحنون المقهور واللي في الواقع هاد السيد سيد الشميت أكتر من خمس شهور ما سولش في الولد دياله ما عرفوا واكل ولا مريض أو أنه يحاول يجي للدار اللي عارفوا باقي فيها من نهار تزاد واش واحد مصور بيت نعاس دياله غايبو يحط يغلبو عفوا يحط ستوري باللي راه مشا بغاي شوف ولده وصاره ما خلاتوش طبعا ما يمكنش يحطها حيث بالكداب عمروا دارها ومشا يشوفو أصلا ولكن باللاتي واش هاد الحنان وستورياتو جاوا من بعد تقنيب ضامير ولا تحطو نهار قبل الحكم بالإفراغ على ولده وماما من الدار اللي سكنين فيها باش يكسب تعاطف الناس قبل ما يعرفوا بالخبز ديال الخطة دياله طرد الأم وولدها من الدار اللي هي صلحتها وفرشتها بفلوسها وبدون أي تعوض علام نعار هاد الأم وولدها فين غاي يمشي وفين غاي سكنو ما عرفتش كيف كيدير ينعس في الليل وختماتها بي حسبي الله هو نعم الوكيل ربي يمهل ولا يهمل أنا صراحة شفت ستوريات دياله تعاطفوا مع هل عديد من ناس كانوا يسحبوا أن سارا فعلا مخلته ششو فولده ولكن هاد ستوري هذا اللي نزلت صديقة سارا غيرت كل المقاييس لايكاتكم باش كتشجعوني أنني نبحث لكم على المزيد تعالقكم بخصوص الموضوع ولا حول ولا قوة إلا بالله